موسيقى 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 يحمل في جعبته وذاكرته تاريخا كاملا من حضارات وثقافات وإبداعات تمتد من بابلة إلى روما المعاصرة فهذا البابلي الدمث يحمل ريشته وملوانته ويجوب المدن باحثا عن الضوء والظلال وعن حرارة اللون في قامات الشجر أو في هامات نساء مبدع يغرف من معين الأنوثة ومن موروث إنساني عريق لا ينغلق على ذاته بل ينفتح على الآخر يتفاعل معه وينفعل به لأجل فن غايته القصوى سعادة الإنسان وحرية الإنسان أرحب بالفناد الأستاذ جبر علواد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وشكرا لعادة المقدمة الجميلة لا تستاهل أكتر يعني شو بدنا نضيف على اللي كتبوا عبد الرحمن منيف وصعد الله والنوس وعشرات المثقفين الكبار عن حضرتك بده يبلش من يعني من بيروت معرضك الحالي ببيروت أستاذ جبر شو الجديد أو شو المختلف في هذا المعرض قياسا بمعارضك السابقة في هذا المعرض حاولت أن أقدم حالات جديدة كنت في كل معرض أتناول تيمة معينة وأقدمها أنا في هذا المعرض هناك خمس تيمات هي تيمة تتحدث عن الوضع الإنساني العربي الآن وتيمة عن الموسيقى وتيمة عن الرقص وتيمة عن المقاهي فبالتالي هو أدت حالات وبألوان متعددة نعم وبعض هذه الموضوعات كانت تعنوين لمعارض سابقة يعني قسم من العتكات عن عوين سارف مقاهي جبر علوان مثلا في دمشق طبعا محا طبعا قبل ما نحكي هيك عن موضوعاتك الأثيرة والمواد اللي بتشتغل عليها وعالمك يعني التشكيلي بيروت كيف علاقتك فيها؟ شو مثلت لك هذه المدينة؟ لذاك بيروت قديمة أنا خرجت من العراق أول بلد أركب في طائرة أصل إلى بيروت ومن بيروت انطلقت إلى روما إلى روما هاي بالسبعينات؟ هاي بالسبعينات بسبعينات بسبعينات بعدين عدت إلى بيروت بالثمانينات وكانوا أصدقاء كثيرين لبنانيين وعراقيين موجودين هنا وبيروت استضافت كم من المتقفين والفنانيين العراقيين هنا ولها فضل كثير على المتقف العراقي وهي أيضا بيروت في ضمير العراقي لأن كل الكتب كانت تسنى مطبوعة من بيروت صحيح كل الأفلام كانت تدبلج وتجري من بيروت في مقولة شهيرة يعني كانت تقول في السابق أنه القاهرة تكتب بيروت تطبع وبغداد تقرأ تقرأ نتمنى أن تعود كل هذه المدن وهذه العواصم إلى أدوارها الطلعية يعني في نقول أنه ساهمت بيروت بشكل أو بآخر ولو بجزء ضئيل بتشكيل ذائقتك التشكيلية أكيد هذا أكيد طبعا مع الزمان اكتشفت جماليات بيروت جماليات المقاهي في بيروت البحر بعض العمارات الجميلة بالإضافة للمتقفين والدبال اللبنانيين أثروا بيه كثير نحكي عن بيروت نحكي عن دمشق أيضا التي يعني أقامت فيها لبعض الوقت وعرضت فيها وأنت تصف سوريا تصفها برئتك العربي الأولى كيف تتفاعل مع ما يحدث الآن في دمشق وفي سوريا إنسانيا ووجدانيا وإنسانيا ووجدانا يبدو تعودت أنا على الألم لأن العراق عاش هذه المرحلة عاش مرحلة حروب كثيرة ودمار وخراب الآن حزين ولا أجر أن أروح إلى دمشق لأن لي ذاكرة رائعة في دمشق رائعة طبعا من خلال دمشق نفسها كمدينة ومن خلال المتقفين الموجودين فيها اللي تعرفت عليهم واللي هم سحبوني أول مرة إلى دمشق كعبد الرحمة المنيف وسعد الله والنوس وأيضا كان جواد الأسدي هناك وكثير من الشعراء والأصدقاء اللي أعتذر عندك الأسمعهم الآن لن يعضرني بال ألم ليس أولا إلا ألم حرام خراب يعني تخرب المدن العربية مدينة ومدينة وعاصمة وعاصمة للأسف كيف ترى العراق بعد يعني كل الغياب أنت زرت العراق يعني زيارة واحدة ربما بعد غياب أربعين سنة أربعين سنة كيف كان اللقاء كان من الإسبعيلية صدنا كبيرة لقائي بوطني الأول تركته في السبعينيات كان بلد جميل رائع مزهر مليء بالثقافة مليء بطاقات مبدعين مرأة متحررة أيضا هناك يعني بلبسها بمطارها بدورها بالثقافة وجدت خراب لم أجد أي شيء من ذاك حتى النهر الصغير اللي كنت أسمح فيه جف في النهر يحتحدث عنه كثيرا بعشرات اللقاءات الصحفية جف حتى النهر جف حتى النهر والبساتين كنا نقرأ ونسلح فيها بساتين والنخيل والبرتوار لم أجد أثار اللاوة كيف انعكست هذه الخيبة أو هذه التشكيليا عليك حاولت أنا من أرسم أرسم بذاكرة نعم ذاكرة الخصبة ذاكرة الخصبة الموجودة في اللاوة طبعا ليس حنينا وإنما ذاكرة نعم لأنه واحد إذا تحدث بشكل حنين يكون مزور إذا كده بشكل ذاكرة تكون هي حقيقة أكتر وإذا الواقع من ذاكرتي اكتسبت بعض ألوان موجودة بالإراف لم يعناكس بشكل مباشر لأنه لا أحب الدراما أنا بالفن والعلم والعذاب أحاول أن ألتقط الأشياء الجميلة ولكن دخل اللون الرمادي إلى ألوانك البركانية يعني عندك ألوان قوي ألوان بركانية ألوان معبضة بالحياة في المرحلة الأخيرة أصبح الرمادي جزء من لوحتك أيضا هو جزء كبير من هذا المعرض بهذا اللون الرمادي نعم لون الدخان لون الغبار وللأسف لون المدن العربية حاليا وهذا ما يحدث المدن والإنسان العربي دمر للأسف الخراب عام في كل منطقة ومدينة بعد مدينة تتأكل في حين لنا أحلام نحو الزهو نحو بناء مدن جديدة الحفاظ على التراث للأسف خراب دعنا نعيش مرحلة خراب دعنا نعيش عصر تافة إن شاء الله يعني نعيد بناء ما دمر وما يدمر يعني الرهان الرهان على الإنسان بضل قائم بضل قائم بس ليش اعتبرت الحنين مزور والذاكرة أصدق الحنين واحد إذا نظر كل شيء يتحول إلى شيء جميل نعم بينما الذاكرة تتذكر الجميل الجميل والقبيل فيها الواحد تكون واعية بقراءتك للماضي نتحدث عن المدن فتحضر فورا المقاهي يعني المقهة جزء من المدينة طبعا سواء ببغداد أو برومة أو ببيروت أو بندمشق أو بأي مكان وحضرتك أقمت يعني متل ما ذكرت من شوي أقمت معرض كامل بعنوان مقاهي أو مقهة جبر علوان ما هي سمات أو ميزات مقهة جبر علوان هي ذاكرة فيها وواقع حالي نعم الذاكرة الماضي كيف كانت المقهة وكيف يلتق فيها ولو كانت المقاهي في العراق أغلبها رغواتها رجال رجال ذكوري المقهة ذكوري بس في المقهة يلتق الصديق في المقهة الكاتب يكتب في المقهة اللهو والأرقيلة والطاولات بها أجواء تجتمع العوائل تقريبا يكون في المقهة يجتمع الإنساء في المقهة في أوروبا تختلف المنطق هناك لقاء للإسترخاء لقاء للحب لقاء للعمل لون تكون هناك أجمل ملونة المقاهي الأوروبية على فكرة وجد في بيروتها قريبة جدا من المقاهي الأوروبية أيضا بهذه اللقاء طيب شو سر أنه ألوانه أجمل هل هو تعويض عن التأس الداكن دائما يعني أغلب الأحيان والله أعتقد لأن المرأة تدخل فيها والمرأة دعما ملونة في هذه المنطقة حيث تحل المرأة تحل الألوان المرأة ملهمة كبيرة لك سنتحدث عن هذا الأمر ولكن في المقهى أيضا يشكل مادة تشكيلية جيدة لألك المقهى المقهى مادة شكل دائما للفن التشكيلي المعاصر الانطباعيين رسموا كثيرا المقاهي صحيح والتعبيرين الألمان رسموا المقاهي وحتى بعض الفنانين العرب رسموا المقاهي قد على شكل فلكلور هناك دخلوا حالة لون في الانطباعيين المقهى تشكل مادة يعني هي غنية ومتنوعة أنا كنت أرسم المقهى فضاء واسع مليء بالناس ولكن أسلط الضوء على بقرة معينة وكأنه فلاش على شخصين أو ثلاثة والبقية عبارة عن كتل من الناس بقى شي بذاكرتك من المقهى العراقي ولا غاب مع السنوات ومع الزمن ومع الغبار والركام لا في الذاكرة باقية باقية تذكر المقهى ولو كنا طلابنا نعود قليل بالمقاهي ولكن كنا نشوف التلفزيون في المقهى ما كان في بيوتنا تلفزيون في المقهى كنا نلاحظ الكبار كيف يلعبوا الزهر والطاولة في المقهى كنا أيضا استرق جلساتك جنب الكبار ففيها ذاكرة معينة تذكر المقهى العراق وحاضر معك حاملوا حاملوا معك في حلك وترحالك على ما يبدو عبد الرحمن منيف قال عنك أنك تبقى طفلاً في دهشتك واكتشافاتك طبعاً كتب عنك دراسي يعني شاملي وقيمي ومفيدي حقيقة أنا دخلت إلى عالمك التشكيلي من خلال يعني هالنص اللي كتبوا عبد الرحمن منيف هل لا تزال حامل طفولتك معك؟ أعتقد راح ترافقني حتى موقف يعني في داخلي نعم داخلي الحرية الطفل هو حر الطفل ما منصرنا الطفل هو يلعب الطفل هو يلهو لا يحب المراقبة من يقولها على حلال طفل أعتقد راح ترافقني أبدية معي قدية مهمة لأنه الفنان يبقى طفل يعني على المستوى الفن الصياغة التشكيلية رسم اللوحة الحرية الكاملة هذا اللي يتحدث عن الطفل أنه الفنان يجب أن يكون حر أمام لوحده أن يكون الطفل يلعب لا يكون صانع لعمل فني الصنعة هي قاتلة للفن بينما الحالة الطفولة واللعب والبساطة مع الناس مع رؤية كل الأشكال ولو تكون هي عميقة بس إنه تكون هذا الطفل باللوحة تلعب تعني ما تلعب مع اللون هل بالفن يعني بتشوف أنه في لعب الفن عبارة عن لعب جميل أنا هذا أعتقد أساسي لعب ومتعة ماذا يبقى من تلك الطفولة يعني والنهر والوحول والطمي كل تلك الأشياء يعني نعم هو تبقى المدرسة أيضا نعم العائلة وإلى ما ذكرت سابقا من النهر والطفولة المدرسة لأنه هي حاولت أن تأثر بي وخاصة الأساتذة اللي درسوني رسم نعم هي اللي دفعتني نحو رسم في الابتدائي وفي المتوسطة كنت محظوظ في الأساتذة دفعوني بشكل أو بآخر نحو وجدوا عندي شيء موين ولكن تابعوني وأتذكر الأستاذ اللي كان يدرس بالمتوسطة متوسطة نحن نقول التاسع نعم هو كان يتابعني وأنا بالصف الثالث الابتدائي وكان يشجعني المدرسة لعبة هذا الدور الإيجابي ولكن في نفس الوقت أنا ما كنت تلميذ شاطر فأتهرب من بعض الدروس وأذهب إلى المدرسة أيوة ترسم على حساب الدرس على حساب الدرس وكان في وسيلة تصل إلى المدرسة فكان غالدي يحبني كثير ولديه حصان فأخذ الحصان يركب الحصان وروح للمدرسة اللي وحدي وأخلي الحصان في جنب المدرسة في بستان كبير اللي خالي وأرجع على الحصان وبعدين بعد الحصان اشترى لفاسي كله فيه أنا أعتبر أنك عش الطفولي سعيدي يعني كان طفولتك ما كان الطفولي يعني لا فيها قساوة أيضا فيها قساوة قساوة الريف قساوة بعض الأساتذة كانوا قاسية في التدريس قاسية فيها يضربونها الأساتذة فيها قساوة بالفهم العام للفهم فيها قساوة بالمجتمع لسأب أتذكر في حالات معينة بالريف علاقة الرجل والمرأة وأشياء كثيرة اللي يذاكرة معها حالك حالك سنفصل يعني وانو تابع هذا المشوار ما حدثتك ولكن اسمح لي أتوقف لحظات قليلة ثم نتابع بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر 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 ما صار عندي انفصار كهامل غيرت العراق ذاكرة ولكن حاولت أن أقلب صفحة أن أتعايش مع هذا المجتمع أن أكون واقعي أن أنسجم في داخل هذا المجتمع وهذا ما أطيع لي فرصة جيدة وجميلة أنه أكون جزء واحد منه بفقرة كلام يوصل لو سمحت لي ما سمعك رأي لصهرك الفنان تشكيلي فاخر محمد حقيقة ما أعرفتي بجبر ألوان توثقت بعد أن ارتبطت بأخت جبر عندما أصبحت زوجتي في عام 1987 قبل هذه الفترة كنت أسمع فيه بأخبار بعيدة لأنه منذ عام 1971 خرج جبر ألواني للعراق ولم يأتي إليه مطلقا إلا في عام ربما في عام 73 إجا في زيارة قريبة أو قصيرة أنا شخصيا وجدته شخص هادئ بشكل أو بآخر عندنا نوع من التأمل للأشياء مخلص لتجربته لا يجامل في أحكام الجمالية مع نفسه ومع الآخرين تجربته الجمالية تنوعت باتجاهات وبرؤى مختلفة ولكن هو المحتوى العام أو الرؤية العامة لأعماله هو ينهو منحا تعبيريا بشكل أو بآخر إلاقت بالأشياء إلاقتك تكون جمالية وثقافية وليست إلاقة مادية لذلك هو أجده في داخله شخص تجريدي تجريدي من الناحية الروحية لذلك كثير من الأشياء لا تهمه حتى أحيانا للقضية الألامية ربما لا يعيرها الشيء الكثير جبر ألوان تهمه الأصلة مع العمل الفني أن يكون لديه سلام داخلي أن يكون هناك صلة بين شخصيته ودواخله بعد هذا الانقطاع الطويل اللي كان بينك وبين العائلة أكيد صار هناك حديث بينك وبين فاطمة بخصوص كل هذا الوقت لدي تعرف ما هو تأثيرك هنا في هذا الموضوع وما هو الجوانب اللي تحملها خاصة بعد أن توفت الوالدة الله يرحمها أكيد أيضاً كانت هناك حديث صار بيني وبينك في هذا الموضوع بدنا تحدثنا به بالتفصيل وشكراً شكراً للفنان الفاخر محمد زوج إختك أشكر الفاخر نعم أنا بشيء مولم بصراحة أنا كنت ممنوعة تصل في أهلي كنت معرض لقرام صدام السياسي وكانوا يأخذون أهلي ويعطبوهم ويجيبون نجبر وكذا وهيك أشياء فانقطعت أخبارنا كاملة فبعد انتهاء حرب الكويت صار في مجال للاتصال فاتصل بي شخص من سويسرا قال لي جبر أهلك يبحثون عنك احنا نخاف من المخابرات الإراقية في وقتها فأنتمين أعطاك تليفون قال لي فالي عبد الجبار وزوهير أنا ما أعني اتصل به هذا شخص اسمه فاخر محمد في عالتي ما أتذكر إنه عندنا واحد فاخر محمد فحكيت طلقت الجراء اتصلت طلعت لي امرأة نعم كنت ممكن أن أحكي مع أستاذ فاخر قالت لي هو بيدرس بالأكاديمية بالليال يجي دعتي بيدر تصل قلت بس أقدر أقول من هو حضرتك من هو قلت لي أنا جبر علوان قالت لي بالعراقي ولك أنا أختك أختي تركتها طفلة صغيرة والجوز ثم بعد يلصاد والسيد والفاخر وبنفس الوقت السؤال الأول اللي طرحت على أختي إنه مين بقى عايش بين أخواتي وأخواتي قالت لي بس واحد توفى بداية الحرب والثاني مسجون في إيران قالت لي والدتي شون قالت لي عنك زياني اتصل بها هاتي فاتصلت بوالدتي قالت لي يما أنتو بالعراقي كمان يما أنتو حسن شايرته قلبي حسن أخوي المسجون في إيران نعم بل كدزه الدول القلبي فست فإجي فاخر إلى روما أخوك مسجون لأنه كان جندي كان جندي بالجيش الإيراقي عجبها عجبها أعتقل عشرين سنة على فكرة نعم فإجي فاخر قطلوا هاي أدوية وديها الوالدتي بعد فكايا طويلة وما راضي قال لي والدتك حينما سبعة صوتك توفت بعد ما حكيتهاك مباشرة مباشرة ورغبت الراحل يبدو وقتا أنها كانت تنتظر تنتظر صوت أو كده اللي أنا كانت نالي فهكده معرفتي بصديقي فاخر شوفه درامية بيها طرح وبيها حزن بتحس بقدر تراجيدي يعني لا يحضر زفاف أخوه أو أخته ولا يحضر موت والدته ولا يحضر موت أبوه ولا يمكن أن يدخل الوطن نعم أكثر من هذه دراجية شوفه بعد ممنوع كان علينا الدخول الوطن هيدا سبب الحزن الموجود بوجوه يعني شخصياتك وأعمالك يشير عبد الرحمن منيف إلى حزن ما موجود بلوحاتك خصوصا اللي فيها نساء بشكل بشكل خاص هل ملاحظة بمحلة هي الملاحظة بمحلة وتأخذ مكان آخر بالنسبة لي أي تأخذ بمحلها أنا ما أتحدث عن المرأة بالعراق نعم بشكل عام والرجل المرأة تحدث عن والدتي أنا ما أغذر تسمن الأشياء بشكل مباشر أحاول أن أخذ روح ذاك الشخص وأرسمه فبالتالي موجود بها الوحدة والحزن ولكن مش رقة بالألوال حولها إنحيازك للمرأة يعني بشكل عام وانتصارك لها إلو علاقة بطفولتك إلو علاقة بولدتك إلو علاقة بإخواتك إلو علاقة بتلك الأيام هو إلى علاقة بشكل عام لأن كيف ما كان كنا نعيش في مجتمعات متخلفة ولي علاقاتها مع المرأة نعم يعني الرجل الرجل وصلته على المرأة وبعدين امتدت هذه العلاقة أيضا إلى أوروبا حتى وأن كانت المرأة أخذت حقوقه كثيرة ولكن المرأة اللي أزالت لم تكن بمستوى الرجل في كثير من الأشياء ارتبط الماضي والحاضر في هذا الموحد وأرى المرأة يعني بالنسبة لي هي أهم من الرجل بكثير كجسد ليس كشكل أيضا يعني كشكل متحولة متغيرة تحدث كثير عنها فبالتالي ما أشوفها معقدة حقها يعني ما أقدر أعطيها حقها هي لازم تعتقد حقها بيديها أنا أكون إلى جانبها إلى جانب حرية هذا الانحياز يعني إلى جانب المرأة وشو جذوره جذوره أعتقد متابعتي بشكل عام وقراءتي للمرأة وفهمي للعلاقات الإنسانية ويمتد طبعا من علاقتي بوالدي إلى علاقتي بأخواتي أو بحبيباتي باقتراءتي لكي أمناه حوال دور المرأة أو كيف لعبتها في المجتمعات الأوروبية وكيف تتطورها المرأة بكثير من لوحاتك وحيدة متأملة كأنها عم تبحث عن نفسها عن ذاتها هل هذا صحيح؟ هذا صحيح بقراءتي أغلب العام ارسمها وحيدة وأن كانت غير نعم متأملة ولو كانت شاردة مصدت على السرية وفيها جمال ولكن بنفسك وحيدة ولكن بعض الحالات أنا رسمت النساء في حالة رقص جهاز هاوة جنون على المسرح وخاصة للنساء فلامينكو شفت لك شيء من هذا النوع بمسرح بابل مع جواد مع جواد الأسدي مع مسرح النساء السكسيفون استفعادت من النساء اللي هو واشتغلت معها بالمسرح وعملنا عمل سوى مشترك إذا تذكره طبعا أكيد رح نحكي عن علاقة لوحتك بالمسيئة وبالمسرح وبالرأس وبكل هذه القضايا ولكن سمح لي توقف مع موجز إخباري ثم نتابع بيت القصيد شاهدين صفتنا على الفيسبوك هي بعنوان بيت القصيد بتقدروا من خلاله تتابعوا أخبار البرنامج وضيفنا الفنان التشكيلي العراقي الإيطالي جبر علوان وأنا بدي اعتذر منك من المشاهدين بسبب رداءة الصوت ولكن لأسباب غير تقنية لأسباب صحية فبعتذر فعلا عن صوتي وقبل ما تابع ترح أسئلتي بسمعك رأيي إلى الأستاذ فالح ابن جبار لذكرته حضرتك خلال الحديث الباحث المعروف نسمعه سوا أنا تعرفت على جبر في بداية السبعينة كان عائد من روما هو بدأ حياته كنحات درس في بغداد ودرس في روما ونحت الكتلة كل شيء جسم يعني اللي تعملين بنرسم اللون كل شيء الكتلة مالة معنى بدون اللون وصار عد جبر نوع من هوس باللون أنا ما شايفه عند حدا من الأصدقائي والملاقي وأيضا من الفنانين العراقيين والعرب اللون عنده توليفة خاصة يعني ما يحط لون على جسم هذا اللون بالطبيعة بالحياة ما موجود على هيك جسم كان بالبداية هوس باللون نوع من بحث عن جمال محايد يعني مجرد أنه شيء جميل بس تقل جبر من جمال المحايد اللي هو جميل بذاته اللون جميل بذاته الجسم تلوينه جميل بذاته إلى سميه جمال الناطق يعني بده معنى صار اللون عنده يعبر عن حالات كآبة، فرح، طلاب اللي نعرى بلاوحات جبر مثلا منها قبيعية كأنه هو يصانع مصادر الضوء بكيف عزيزي جبر يعني أنه مدحتك كثير أنا متأسف أني عطبت بالغت بالربما بالمدية بس إذا فيك تحكي للمشاهدين علاقتك بكتاب قوتا فلسفة اللون وأيضا بالسينما كان نصدر للتلوين واستخدام النور والأتمى في اللوحات أحنا حكينا كثيرا عن هذا الموضوع أتمنى تحكي للمشاهدين شكرا لأستاذ دكتور فالح جباب أهلا شكرا لفالح وفالح طبعا باحث وراعه منتاز بس هو سألني حول الكتاب قوتا قوتا هو يعتبر نفسه كتابه نظرية لتوري أوف كالرد نظرية الألوان أهم من فاوست فأنا بعد أن طلعت عليه جبته إلى فالح وإلى بعض الأصدقاء يا شباب ترجموا هذا الكتاب لأنه مهم بالنسبة للفنان العربي المكتبة العربية تحتاج أيضا بعض من كتبوا عن اللون وفلسفة اللون ولكن للأسف لم يترجمته حتى اليوم حتى اليوم لم يطبع هذا الكتاب نعم أشار إلى هوسك بالألوان وعلى أنك يعني كأنك أحيانا تخترع ضوءك الخاص وهذا صحيح اللون سحبني من النحية من أشياء كثيرة اللون أستطيع أن أعبر به ولكن ليس بشكل طبيعي بشكل قد أرسم وجل الإنسان أخضر نعم وجلزه منه أحمر قد أرسم الفضاء لون الفضاء اللي حيث اللون اللون هو فلسفة بحث ذاته وبحث كتير بحثه بك ليست أنا أول واحد وإنما كثيرا قبله قبل يشتغلوا باللون والميزة إنه قد تكون لأنه روح شقي شرقية في ناقد إيطاليا مهم يقول جبر أشبه بالجذع شجرة شذورها في العراق وأوراقها تنمو في إيطاليا في إيطاليا حلو التشبيه نعم يعني كأنك ببيئة غير بيئتك الطبيعية تبحث أنت عن ألوانك وعن ظلالك وعن أضواءك وبعدين أكد إنه الأخضر اللي يعمل جبر نعم هم حاليا أنا ما بعرفهم ده نفسي يعني بحثاتي باللون تقبلوها كتير الأوروبيين وأصبحت في إيطار التنقد والكتابات يتحدثون عنها وبالتالي تازت لوحتي عن روح لوحة الفنان الإيطالي فإذا ملاحظة الأستاذ فالح بمحلة بمكانها كنا عم نحكي يعني عن المرأة قبل ما نتوقف يعني مع استراحة أدي هي ملهمة المرأة بالنسبة لك ده كتير هي قد تقول ملهمة الأساسية نعم أولا كشكل جمالي نعم أنا شوى شيء رائع وجميل وثانيا كحالة كروح المرأة التحولات اللي صيرتها نعم تغير في جسدها نعم النمو اللي أصبح لما يرنمو الطفل فيها نعم أشياء كثيرة صعبة الآن أنا أنا أتحدث عنها في جسد المرأة بحد ذاتها نعم قلنا كشكل جمالي على فكرة المرأة مو أنا الوحيد اللي ألهمتني ألهمت كل الفناني بالعالم يعني ابتداء من الغريق يستغلوا على المرأة إلى الإيطاليين إلى البيضان طبيعي طبيعي ومعروف هذا الأمر بس المنسوب يعني منسوب الإلهام بيختلف بين فنان وفنان فنان وآخر طبعا صح؟ عندك المنسوب عالي أنا المنسوب مو عم فغط عالي هم تناولوها كشكل لا أنا حاولت أن أغوص في أعماق المرأة في داخل المرأة في روحة موسيقاها في طبيعة العالة التعبيرية اللي عند المرأة هل تمنيت في لحظة من لحظات لو أنك كنت امرأة؟ لا أماما ما بشك بسبب الغيرة من جسد المرأة وبسبب أيضا التساعل عن هذا الجسد اللي كيف ولدتني أمي كيف حملة أمي كيف رضاعت من تديها كيف يتحول جسدها إلى صديقاتي للآخر هيات تصير غيره وسؤال لماذا الرجل عافلنا تأليك عافرة لماذا لا يتحول جسد الرجل لذلك نعتبره ضعيف جسد الرجل القياسة مع أنه كان كمان يعني حاضر بالفن بتاريخ النحط والرسم جسد الرجل موجود يعني كشكل كشكل فقط ولكن جسد الرجل لا يمون متحول تحولات قلية تطرع على جسد الرجل جسد المرأة المتحول أبعد يذهب أبعد النعمة الخفيفة أكيد في أيضا الرغبة والشهر ولكن ولكن هنا إذا رحت أبعد تصل للصوفية وما بعد الصوفية أيضا ما هي ما هو هو ما هو هذا الكائن الكوكبي لحد الآن الذي لم نصل على العصفة شو هذا الكائن اللي يمتلك كم من الجمال والتنوعات وموسيقى جسدي هذا الكائن أنا بالنسبة لي الكائن لم يكتشف بعد المرأة المرأة حتى اليوم لم تكتشف كما ينبغي كما ينبغي طيب هل الكائن هل أد جميل كما تصف وهل أد ملهم وهل أد وهل أد وهل أد لهذا السبب هو مضطهد إلى هذا الحد أنا أعتقد مرات أيضا رجل يحاول لأنه ضعيف يحاول أن يكون سلطة يكون مستبين مستبين في غين كانت العاليها في زمن البابلين نساء نعم هذي مؤشر على ماذا على ماذا على ماذا كان المجتمع يقد يكون متحضر نعم أكثر من المجتمعات قدمت كتاب مشترك مع شاعر العراقي المعروف سعدي يوسف بعنوان إيروتيكا إيروتيكا بشو يعني كان الغاي من هذا الكتاب الغاية أنه كان لقاء بينه بين السعدي أهلا نعم نعم أنه لماذا الفن التشكيل العربي تناول المرأة وتناول الجسد المرأة وتناول إيروتيكا من المرأة ولكن الشاعر من العربي الحديث افتعد وصف المرأة وافتعد عن جرأة لهذه الحالة الليل وحالة إنسانية أنا أعتقد باللغواة بالإيروتيكا كذا باستفيد الصورة أصري لماذا نعم الكتاب بعد فبعت لي قصائد وكانت خلال السبوعين وطبعا الكتاب والغاية منه أنه أيضا يجب أن يكون أحراك السعاد وهل يعني تقدر كيف تعملت مع الموضوع هل كنت تترجم القصيدة يعني منه لا 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 أنا كيف أرى الجانب اليروتكي وهو كيف تشكيليا تشكيليا بالرسم وكنت مبتلئ بالرسم من زمان وهو أيضا تناولها شعرا وجمعنا الشعر والرسم في عن واحد في كتاب وعكل حال هذا شيء يعني مش غريب يعني الشعر والرسم العلاقة بناتهم وطيدي تاريخيا وقديني كان في مشروع كتاب عن الوحدة مفترض يعني مع محمود درويش مع الشاعر محمود درويش مصر مصر صار لقاء بينه وبينه بالقاهرة نعم وتحدثنا أنه نجمع كتاب أنا كيف أشوف الوحدة في الرسم كيف أعملها كيف كنت راسم وهو أيضا كاتب قصاعدنا هذا وسيكتب على أساس نجمعها بكتاب ولكن شيء من الكسل شيء من المرض للأسف تندم تندم بعد يعني بعد رحيل محمود درويش عن هذه الدنيا تندم أنه ما صار هالمشروع عندنا لأنه هو وراح أيضا نعم من المشروع طبعا طبعا يزيدني فقرا أنه محمود درويش وأنا أنا أعمل كتاب سوا علاقتك بالشاعر علاقة جيدة يعني صدقاتك مشاريعك المشتركة كل هذه الأمور يعني بتنم عن علاقة جيدة مع الشاعر صار انقطاع طويل بيني وبين الشعراء قبل لما كنا في الزمن مراقع وشبيب نعم كنا عقاة علاقتنا جيدة وكنا نقرأ الشاعر ولكن وجودي في أوروبا لمدة 40 سنة ضعفت هذه العلاقة بعد عودتي إلى الشام ديابي ومجيه إلى الشام وأيضا بيروت وعيدت هذه العلاقة ما بيحلق سير أنا قارئ سيء للشاعر العام ولكن علاقتي بالشعراء جيدة يعني عندك صدقات مع شعراء أكثر ما هي صدقات مع قصائدهم أو مع كتبهم بصراحة شو السبب؟ السبب كسل من جانبي وثانيا أحب أن أسمع الشاعر ملقاة ما أحب أقرأها الوراء تحب تسمع الشاعر ملقاة بصوت شاعر بصوت شاعر صديقة قرالة قصيدة امرأة قرالة قصيدة أفهمها وأحبها أكثر ما أنا أقدر أقرأها لأنه ما أضعه بالكتاب بصرح طب يلهمك الشعر؟ يلهمك؟ يعني هل ممكن تحول قصيدة للوحة أو تستعين بشعر بداخل اللوحة ضمن اللوحة؟ ما مجربها بس هو أكيد شوف أي عمل فني بداعي نعم يضيف لشيء خلينا أفكر في شيء أو أتصور شيء فهذا صغر أكيد طبيعي طبيعي بديهي يمكن إذا كنت يعني هيكي علاقاتك بالشعراء أو بالكتاب أقوى من علاقتك بكتبه كيف بتعود غياب أصدقاء يعني كانوا موجودين بقوة بحياتك مثل عبد الرحمن منيف مثل صعد الله والنوس مثل معحمود درويش مثل يعني مامدوح أدوان هذا الغياب بشو بتعودوا بشو بتملقوا يعني هو من بعض مؤلم ومؤدي ومن بعض حاول أنه يستفيد أنه الحياة حلوة وممكن أن تلتقي في ناس آخرين لأن مصيرنا كلنا احنا رايحين ولا واخيرا رايحين يمكن يترك بيه هو هذا الجانب المؤلم للذاكرة للأيام الحلوة للحوارات الجميلة لأنه قلبوا كثيرا من مفاهيم حياتي ولكن بنفس الوقت مع هذا لأنه يوجد شيء جديد إذا ما نعيش إحنا الفرح الجديد ما لازم نره لازم دائما يكون في لازم يكون في فرح لازم يكون في فرح علاقتك بجواد الأسدي هي علاقة بالمسرح ولا بالمسرحي هي علاقتي بالمسرحي أولا لأن صديق عمر كاملتين والجواد مخش جيد ورائع شفت عملنا عملية سوى نعم نساء السكسيفون نساء السكسيفون وحمام بغدادي نعم حمام بغدادي اشتغلنا بالشام اشتغله هو أنا كنت كان دوري بسيط بس أعمل لأنه تسنيني الحظ أني شفت العملين والعملين جميلين جدا ونساء السكسيفون هو العمل ومع له بس أنا سنت ما يعمل هو عملنا سوى موضوع مشتركة فعلاقتي بي علاقة صدقة عمرو بنفس الوقت أيضا تجربة فنية رائعة هذا التداخل مع الفنون الأخرى اللي موجود عندك يعني هل تعلمتوا من روما يعني روما حتى تداخل فيها الموسيقى بالموضة بالنحط بالرسم بالشعر بكل شيء أم هو نتاج تركيبتك الشخصية ربما لا هو شواش كان موجود قليل مننا بالعلاق بس ازداد واتطور نوعيا وقلبة حياتي كلها الوجود بي روما سينما لعبت دور مهم في رؤيتي للوحة للكادر للوحة استفاديت كثيرا من فليني كيف يخلق أجواء الفستفال بالألوان بالضوء نفسه في الليني يقول ما في مصدر واحد للضوء طرفنا التشكيل كان هناك مصدر إلى جهة معينة مثل ما احنا قاعدين سبستودا كوجه الضوء يضرب على جهة معينة ممكن يخلق الضوء من تحت من فوق من جهة معينة بحيث يلبك المشاهد بجماليات أخرى غير الجمالات المعتادة اشتغلت أيضا الواقع الإيطالية أثرت بها كثير نعم يعني عشت هناك ولو الواقعية تناولت مواضيع قبلي ولكن امتدت الواقع لمقرجين عصروني وهم أكبر عمرا بس أنا عصرتهم أيضا فليني فليني بازوليني دور عصرتهم تتوفر بازوليني أثرت بها كثير ألاقل بحواراته كان من إنسان رائع وشاعر عظيف يوم خاص هنا جرمات فرتكولارة للترسكولة المخجراء كان في المبيع أكمله يدور أحداثه في نص نهار إذا تذكره فليني ما عملت عملت فيه نعم هنحن حكي أكتر عكل حال عن تجربة يعني أو مرحلة روما إذا جازت عبير ولكن كمان مرة نتوقف للحظات ثم نتابع بيت القصيد ترجمة نانسي قنقر القصيد نتمنى تنضموا لصفحتنا لتعطونا أراءكم وملاحظاتكم تقترحوا علينا أسماء ضيوف إذا حبيتوا من كل الأرجاء الوطن العربي وضيفنا الليلي الفنان التشكيلي الكبير جابر علوان العراقي الأصل والنشأة والإيطالي الإقامي والدراسي والعمل لسنوات طويلة أيضا قبل ما أطرح المزيد من الأسئلة على حضرتك سيد جابر مع تكرار اعتذاري على البحة بالصوت الليلي رح نسمع رأي ليه الفنان التشكيلي الكبير لأستاذ عادي للسيوي جابر علوان فنان عراقي جميل وإنسان جميل أيضا بدأت صداقتنا في تمانينات في ميلانو وبعدين بعد كده اتقلت لكذا مكان روما ومصر وأنا يعني مكن له محبة شديدة جدا واحترام لأن جابر رغم مسطط تسامته المستمرة هو قادر على أنه يقول أشياء عميقة جدا بلغة بسيطة جابر مصور احترام يعني فاهم تماما مهمة التصوير واللوحة واعتمد على اللون بشكل أساسي وعلى نقلات الضوء الإنسان هو موضوع الأسير والأول والأخير وبالذات المرأة في لوحاته فيه حسية وفيه دراما وفيه احترام لمهنة المصور عنده عزوبة تجاه الحياة وتجاه الناس ودهشة دائمة وعنده ذكريات كبيرة يعني أنا لسه دلوقتي مفتكر أنه كان حكالي أنه لما كان في العلاء كان بروح المدرسة بحصان كان بروح راكب حصان لغاية المدرسة ودهش يركل حصان وينزي لخش المدرسة دي من جسبة لي كمصري حاجة لم أكن قاتى خيالة أن فيه طالب تدائي دا جاي المدرسة راكب حصان هو جزء كمان من نسيج الثقافة العربية لأن جبر من الرسامين القلاء إلى العرب اللي اندمجوا فيه المحيط الثقافي بمعنى أن أصدقاءه كلهم يا إما شعراء يا بصرحيين يا سينمائيين حتى تلاقي علاقته بين سينمائيين المصريين وبالشعراء والكتاب المصريين والسوريين والعراقيين وكده فهو واحد حاسس أن الفن دا مش معزول عن النسيج الواسع للصطفة السؤال اللي ممكن أوجهه الجبر هو يعني أن إحنا الجيل بتاعنا بالذات جيل تقريبا عايش في الفترة الأولى لسه كانت الحاجة الحداثة واللوحة الحداثية موجودة وفرض شروطها على المصور ولكن في الجزء لما كبرنا ابتدينا ندرك أن المنتج الحداثي دا بقى له حدود وخلاص تقريبا نكف على أنه ينتج شيء ما ليه علاقة بروح العصر وروح اللحظة اللي احنا عايش هنا فأنت يا جبر ولا الجنة كتير يعني دا السؤال ما تروح علينا كلنا فسأنا بسألك أنت بشكل خاص لأنك أنت مصر على تقاليد حداثية جدا في روحتك أهل ما أنشي الأوان أنه نراجع شوية الحدود اللي بتفرضها علينا تقريبت الحداثة دي ونسأل عن علاقة باللحظة يعني علاقة معاصرة عن إنتاج لوحة معاصرة ألف شكر للفنان الكبير عادل سيوي يا عادل دوري أدي أشكره كتير وعادل صديق وفنان راية وأحب أن جاوبوا على هذا السؤال أنا أعتقد اللوحة الحامل يعني اللوحة اللي على كامفس تلسم فيها الوار لوحة قديمة جدا وتغيرت مع الزمن الآن اختلفت الأدوات ولكن لازالت اللوحة قائمة واليوم الفنون قبل كان كل مدرسة تلغي مدرسة نعم اليوم مفتوحة نعم مدارس متجاو تتآلف أو تتجاو تتآلف وأعتقد نحن كعمر وكجيل وكتجربة مش خطأ أنه نستمر نرسم اللوحة نعم أنا أصحب عليها الآن أتناول أو نكون فنان مؤاصر وأعمل بالفيديو أو كسر تجهيز أو ليست لغتي لغة ابني قد يكون ابن ابني ملغتي أما أنا ما أحس به وأستطيع أن نعبر عليه أعبر على هذه اللوحة البسيطة بمادة بسيطة بقى للجمهورة تقبلها واتقبل هذا الموضوع أنا مرتاح لما أعمل نعم وأمين لإحساسك بهذا 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 الأمر بهذا الشيء أتكلم به هاي لغتي وأعتقدها لم تعد قديمة كثيرا ما قالوا أنتهي الشعر كثيرا ما قالوا أنتهي الموسيقى الكلاسيكية ولكن لا أعتقد أنتهي أنتهي الشعر أو الموسيقى الكلاسيكية أو الرغص كله بأثر كله بأثر ولكن بالنهاي تداخل الأمور ولكن تبقى بالأخير عملي فنية الموسيقى لها أثر بلوحتك أكيد أكيد طبعا لكننا نحكي عن السينما قبل شوي قبل ما نستمع الأستاذ عادل أنه السينما الإيطالية قد فتحت أبواب أمامك أيضا الموسيقى بإيطاليا يعني الموسيقى نعمت دور أساسي في حياتي وأيضا حينما أرسم الموسيقى دائما هي خلفي واللوحة أمامي الموسيقى مجردة ولكن تلعب في أعماقي وبعض الأحيان تؤثر في اللوحة وبعض الأحيان تفرض وجودها على اللوحة بدون أن أعلم عندك تقوس أثناء الرسم تقوس معينة بالنسبة لي لدي تقوس معينة أنا يجب أن أذهب وأنا مرتاح وأنا ضاهب اللقاء بحبيبة الأولى أحلق لحيتي أكون مرتاح نفسيا أتوجه إلى هذه الحبيبة كأنك رايح على موعد غرام موعد حب هكذا لأنا أرسم يوم وأنا عندي صداع لأنا أرسم يوم وأنا بعد الساعة يجب أن نخرج من المرسل ضاهب إلى هناك بعد ما في خروج شفت الفرع بين الفن وبين الشغل في التليوزيون في التليوزيون مصدع مجرب مبحوح ما فيه بدك تعمل بدك تعمل شغلك طيب بهالحالي إذا علاقتك يعني بلوحتك هل قد فيها حب هل قد فيها حرارة هل قد فيها عاطفي بتعيش حالة حزن معين لما بتغادرك اللوحة يعني بمعنى بيجي متضوق ما وبيشتريها وبيحملها وتروح على بيت ليس بيتك وعالم ليس عالمك حالة يعني حالة أنه أنا محيو مع أن تهمي اللوحة تتهت اللوحة خلص تجربة استبتعت بدي أرسل اللوحة تانية لما اللوحة يخطينا شيء متضوق خليها في بيته بلعك تصدقتي شيء من الفرح لأنه أنا وانا خليها اللوحة على أقل الناس تستمتع فيها أيوة لا ما أحزن بفرحك بفرحك أنك موجود عند الآخرين وأن يكون لك محبين لأعمالك ولرحاتك على أقل أمنحهم سعادة إذا قدرت أمنحهم سعادة فهذا شيء جميل أشار عادل أنه تعرف عليك بإيطاليا في إيطاليا هذا يعني شو الشعور اللي بتعيشوه كفنانين ومبدعين عرب كأن مقدر علينا يعني ما نلتقي ببعض أو ما نتحاور أو ما نكون أحرار هيك بحياتنا وبإنتاجنا إلا بالبعيد عن مسقط رأسنا وأحلامنا وأوطاننا يعني شو المشاعر اللي عشت على مدى أربعين سنين أولا السبب هي الأنظمة نعم اللي هجرتنا لا شك يعني هذا الأمر فيه الشيء الثاني تكون أكثر حميمية بيناتنا واكثر التلاقي وأكثر لأنه أيضا في إيطاليا ما في كتب عن الأدب العربية والثقافة العربية بصير بصير من خلال اللقاءنا بالعربي العربي في حميمية في حميمية محاول التعويض بتبادل آراء محاول قراءة الواقع اللي هو يعيش في ذاك البلد هو كيف يطرح النياع فتصير هذه اللقاءات أكثر حميمية على رغم من قلتها في إيطاليا يمكن في فرنسا وفي لندن أكثر الجارية العربية أكثر في إيطاليا قليلة بعض الحناني العربي تواجدون هنا شو اللي عطيتك يا إيطاليا شوف إيطاليا أنا لما رحت صغير دخلت أكاديمية روما نعم فالأستاذ قال لي ليه جاي على أكاديمية روما تلاح الطاقة شهادة كانت نية أنا ونخرج ووطنة فقلي الأكاديمية ما رحت تفيدك أكاديمية روما ما رحت تفيدك روما رحت تفيدك الشارع الساحة لا ما فهم ما في حينها شو تحدث هذا التروفيسور لأنه شهادة أكاديمية روما سعجيت وقت حتى أفهم إنه إحنا هو أغلب ها هو أغلب إذا بدك خليك بصفة الثالثة الرابعة سأعطيك شهادة لأن أغلبنا العراقين كانت دراستنا الأكاديمية جيدة كمان ماكن يعني يعني الأكاديمية تعلمك صنع نعم مش أكتر وطنة درسوك رسامين عراقيين كبار رائعين طبعا فمن هنا قال أنت روما حد تفيدك فبدأت أقرأ الصورة بعد غير كل مطاهيمي شرقية إلى أنه أنا بالرومة أنا يجب أن أكون أعرف اللغة الإيطالية وأعرف المجتمع الإيطالية وفعلا اللي بنتني المتاح في الإيطالية اللي بنتني المعارض اللي صارت في إيطاليا المعمار الإيطالي أزيزاين الإيطالي الموسيقى الإيطالية الأكل الإيطالي المرأة الإيطالية أشياء كثيرة السينما والأدم الإيطالي تداخل ские right مفاهيمي كلها. يعني صرت السينما مرة تاني صعد الله والنوس الله يرحم وبيقول يعني يشير بلوحاتك الى صلة قرابة بين بين لوحتك وبين سينما فليني. قد تكون هي بعض الاحيان. يعني كان بيه هذا الجو الفرح. المغرجان البركاني. الوالوان الفرحة الفوارة. شو اخدت بالمقابل يعني اعطت كل هذا روما. شو اخدت? اخدت منك شي? لا منحتني كتير معقدة مليشي. منحتك اكتر? اي منحتك كتير حتى كي واحد يكون واقعي. منحتني كتير وايضا حتى بلدية روما. منحتني مرسم يعني مع معناتها. نعم و ميل جائزة حضرتك. اخدت جائزة في بلدية روما. ومنحتني يعني الان مرسمي لبلدية روما. اللي ما يعطوها الى اي فرنان. المواطن الايضالي ما حسسني بعنصرية. كان ينظر الى فرني وبعدين تعرف عليه. ما شعرت بعقدة الغريب المطهد اللاجي. الايام الاولى الايام الاولى ايه? بالبدايات طبية. بالبدايات طبية. بالبدايات اول وخبط ستة شهر. لا وبعدين اصبحت جزء واحد من اعتوه. اليوم لما تمرق بساحة نافونا. اسمها الساحة الشهيرة. كنت تعود ترسم وجوه وبرطرهات للمقابل يعني دراهم قليلي. شو بتشعر لما تمر بهالساحة? اشعر كم كنا جارئين. نعم. ذاك الوقت. كنا. انا خرجته بجابة مئة دولار الى اوروبا. لا اعرف لغة ولا اعرف صديق ولا اعرف اي شيء. تب من وين اجتك الشجاعة كله انك ترو? مغامرة. 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 ولا قلت لأهلي حتى والدي ما يعرفه بس امي عرفته انه طالع. بس هناك اضطرنا انك نكمل دراستنا الاكاديمية نعمل في ساحات. طيب ما اشتغلنا بعض احاق في المطاعم في اولا يامنا. نعم. كانت فيها شوية قساوة ولكن جيدة. افادتنا. حركتك? حركتك انه يجب ان تدرس وتعمل فيها ان واحد. فبدايات كانت شريئة وجميلة ورائعة. ولم اندم عليها. لم تندم على هالرحلة ابدا. ولا لحظة ساورك. ابدا. قدي بتشعر اليوم انك مزيج من شرق وغرب هيك امام. مت متان. كثير من الغرب وقليل من الشرق. كثير من الغرب وقليل من الشرق. شو اللي بائن الشرق هيك. لا لم يعني ما محطوا الايام. ما محطوا الغربة. ما ما راح معهم. روحية الانسان. بعض جماليات المدن. شوية عاطفة اكتر. شوية عاطفة. شوية اكتر حميمية. لان انا عايش باعلي طاليين بهم مقريبين من حميميتنا. صحيح. صحيح. يعني مو اروبا. لا متوسطيين. 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 متل ما. متل ما. اسمح لي كمان مرة اتوقف يعني لحظات قليلي ثم نتابع بيت القصيد. موسيقى 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 مشاهدين وتابع بيت القصيد مع التشكيلي العراقي الإيطالي جبر علوان وصلنا لفقرة بعنوان علامة فارقة رح نشوفك سواء بهذا الريبرتاج لن ينسى جبر علوان رحلته من بغداد إلى روما ما بين المدينتين رسم آلاف اللوحات ومرت عشرات الهدن والسنين حلول حياة وفورة الشباب وحكمة العمر هنا على لوحاته المعلقة كالخفقات على جدار القلب لوحاتي هي الأحلام اللي ترافقني أحلام الوعي واللاوعي لوحاتي هي الموسيقى وجزء من الحياة لوحاتي هي الحب وما تبعه من فرح وآلاه لوحاتي هي حياة الناس كل هذا وما زال علوان يبحث عن طرق لقول المزيد لوحاته هي الكلمات التي لن تصاغى إلا بماء الذهب والأرجوان وببضعة خطوط داكنة يقاطعها بياض عادل موسيقى رجل أمضى العمر في رسم ما أحب وما أحس أتقن فنه ولم يتعالى بعد عن التعلم والتجريب للوحاته عشاق ولمعارضه رواد مخلصون وله مكان في ذاكرة الفن العربي والعالمي محفوظ بلا أدنى شك فنان يرسم بهجة عين رأت الشموث في أرواح الأشياء والكائنات إذن شفناك بمعرضك ببيروت بين أعمالك ولوحاتك وبين أيضا مجموعة من المتلوقين ومحبي أعمالك كيف وجدت تفاعل المتلقي البيروتي إذا جازت تعبير مع لوحتك أنا وجدت في هذه المرة قراءات جيدة من قبل المتلقين وجدت أنه فيه نظرة جديدة إلى العمل التشكيلي ازدادت مع الزمن كانت بالبداية محصورة على فئة صغيرة جدا للمصدقائي وبعض المتقفين القائلين المتطلعين الآن وجدت الأوسع فهذه الفئة كبرت للمشاهدة هل نحلم أو نطمع أنه بيوم من الأيام يتحول الفن التشكيلي لفن جماهيري بمعنى يصير اقتناء اللوحة أسهل سعر اللوحة أقرب لمن يريد اقتناء اللوحة أم سيبقى فن نخبويا إلى الأبد هو بشكل عام الفن التشكيلي جمهوره قليل جمهوره تاريخيا حتى في أوروبا جمهوره أيضا محدود لأنه عدد اللوحات اللي تجه الفنانية قليلة بس على الأقل بي ربما نشوف صفوف من الناس أمام المعارض أو أمام المتاحف ونحن أيضا يجينا لو بلداننا وتتاح لها الفلساة وتقدر هي تبنيها ذا لليه جزء من ثقافتهم الفنان التشكيلي تعمل المتاحف المدارس للناس طلوا على حياتهم أنا كثير من الفنانين العرب ماتوا ولا ولا يكتر اسمعهم ولا تعرف أين لاوحاتهم تراثنا نفخدة الفناني التشكيلين اعتقد مشكلة كبيرة انه وين ورح لوحات قليلة وعلي بعض الفناني مؤكلهم معارض كثيرة ان يقيمها هون ولكن يوقع جمهورة محدود مو مثل الكتاب الشاعر ممكن يطبع لألف كتاب لوحة نسخة وحدة ما فيك تعمل إلا هاللوحة ما فيك تعمل مئة لوحة من نسخة ولو الآن يطبعون اللوحة نعم يعني فيه اشكال ممكن هاي اشكال اخرى ولكن لوحة وحدة فبالتالي ما اعتقد رح تصير عملوها الاوروبيين حملوا طباعة الفناني عملون طباعة فتم بعد باسعار بسيطة زهيدة ولكن يوقع العمل الاوريجينال هو واحد شو المشاعر هيك اللي بتعيشها لما تشوف لوحاتك موجودة بمتاحف عالمية بأوروبا او بمتاحف عربية بالعالم يعني موجود لوحتك انا هذا يحسسني بالفرح وبسعادة وبنفس الوقت يحسسني بالمسؤولية يعني ما كان طموحي وانا صغير انه اطلعي لأوروبا وصير المتاحف وكذا الآن اجد هذا هذا يخليني اكتر مسؤولية ازاء عملي فرحان من جانب ثانيا مسؤول امام اللوحة جديدة طب بالمقابل لما بتشوف في بلادنا تدمر المتاحف وتنهب الاثار وتسرق الكنوز ويعني ما حصل للعراق وحده كارثة انسانية حقيقية ما اعمل كل ما عليك في بعض اللقاءات ابكي على هذا الموضوع كما الآن اقول حرام جريمة كبرى بحقه تراث الانسانية عموما لان انا عايش في بلد روما تراثة محافظة عليه نعم من العلاف السنين محافظة على تراثة بلدي اللي حضارت العلاف السنين سرق ودمر وخراب بخراب وحروب ولحد الآن كيف تنعكس الحروب والمقاسي الحاصلة حاليا بالوطن العربي سواء بالعراق بالسورية باللبنام بالليبيا باليمن بالسودان يعني من عد ما من نخلص كيف تنعكس عليك وعلى لوحتك بالتالي تنعكس علي بخيط من الحزن تأمر الانسان اللي يعني مقيد ما بيدو يسوي شي شعور بالعجز عجز كامل يعني اشبه بنحات ولكن مشلول ما يقدر يحرك اي شي فيتعب فقط دماغ تأثيرها على اللوحة موجود ولكن بشكل غير مباشر كان اللوحتي يجب أن تكون في إطار الفن التشكيلي المعاصر يجب أن الألوان تكون بمكانها الحالة بمكانها بمكانها بقسة من المواضيع في حالة المتشرد والمجنون واليهدي والإشار حقائب نعم كلها حالات إنسانية منعيشها منعيشها الآن ربما بيفعل أيضا ما يجري طبع طبع ذكرت النحط بالبداية حضرتك كنت تميل إلى النحط ودرست النحط في إيطاليا طيب ليش تركت النحط ورحت على الرسم سرقني اللون 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 الأد عاشق للون أي طبعا أنا عمو أشوف الأحلام ولو أنا أحب الربيع أحب الخريف لون الخريف أحب زهل الألوان بعض النقاط بيعتبروا الكتل الضخمة اللي موجود بلوحاتك هي بقايا النحات اللي فيك هذا أكيد هو أكيد موجود موجود كتلة نحتية بالفيقر التشخص يعني الشخص بشكل وكأنه كتلة نحتية ولكنها مجسمة تتواجد باللوحة النحة تأثر بيه كتير وكنت نحات لا بأس بيه هل بتبدأ اللوحة عندك بتخطيط مسبق ولا بشكل تلقائي عفوي لا اللوحة تبدأ بفكرة ضبابية نعم تولد على اللوحة مباشرة قد يكون جزء من اللوحة بلون أحلى من الجزء تاني أعمل كل اللوحة بجهة الاتجاه ضبابية بس كنت أخبرت لك تولد على اللوحة تولد على اللوحة أنت عم تشتغلها أنت عم ترسمها تتغير وتتحول وتتكامل وأنا برسم هاي شو يعب بها اللوحة تلعب بها الموسيقى اللي أسمحها الضاكرة العين اللي أشوف بها آلي نفسيا كيف أقول كل هاي مؤثرات تكون باللوحة ولكن لا يمكن أن تكون اللوحة مخططة لها ومنتهي قبل أن تكون تبدأ بالرسم شو الألوان الأحب لنفسك يعني ذكرنا خلال الحوار أنه ألوانك يعني صاخق المشتعل بركانية والآخرية ولكن يعني فيه كم لون أكيد الأحمر مثلا محسوا دايما موجود بلوحتك الآن بالفترة الأخيرة هاي من الأحمر كان بالبداية الأخضر نعم كان اللون الأصفر هلأ عودي ربما إلى اللون الأحمر إلى تعجج المشاعر لا وقد يكون عدادا ماليا نادرا ما يرسم بالأحمر بهذا الشكل لأنه لون صعب لون صعب كان مفاتح المدرس اللون الأحمر قطر مثل الشرطة باللوحة إذا قليت له رأسه بشوف هناك فتردد صعب رفعني بالعكس أحب أن أرسمها اللوحة باللون الأحمر أفرش اللون كاملة البحر أرسمه باللون الأحمر حتى البحر ممكن أرسمه باللون الأحمر فلما أرسم شخصي شخصي جزء من اللوحة اللوحة تحتاج فضاء واسع فالفضاء الجريدي أرسمه بلون واحد شو المادة الأحب لك بالرسم الكريلك شو اللي بميزة الميزة هي مثل اللون الزيتية ميزة أنه تنحل بالماء وما فيها رايحة لأنه كان وضعنا كطلاب ميزة لأننا ننام في الغرفة نفسها ننام ونرسم وناكل فالروائح سببت لي ألندان في رايحة بسبب الزيت بعدين اكتجاب الزيت ومضر انتقلنا إلى الأكريلك لا انتقلنا إلى الأكريلك بعدين ما تحسن وضعنا الماد انتقلنا إلى الأكريلك ما كنا طلاب بعض قلش حسن العتلية بجهة والبيت بجهة طالية كانت رحلة شاقة وشيقة بنفس الوقت فينا نقول عنها أنا أقول شاقة ويستحق الشقة لأن النتائج كانت أحسن إلى أي مدرسة فنية فينا ننسبك المدرسة التعبيرية أو فيك شيء من انتباعي هل أنت ابن مدرسة محددة بالرسم طبعا أنا قد أكون ابن كل المدارس هذا تأخذ لأن دراسة الأكاديمية حول عصر النحضة وليوناردو وبعدها تأترت في الانتباعية وبالتعبيرية بس الآن ما ننتعود مدرسة معينة بس نقدر نقول أنه يرسخ هو فيقراتي ولكن جامع بين التعبيرية والانتباعية جامع بين الحالة الحسية اللي عند الإيطاليين ما في اتجاه واضح ولكن رسام في قراتي قلت يوما ما حضرتك أريد أن أصل إلى الحرية التامة بالفن هل وصلت؟ أحاول لازل ما عرف هل وصلت أو لا بس أكيد أنا حر حينما أرسم لوحتي تشعر بحرية مطلقة ولكن المرات تقيدني الذاكرة خليني أنسحب إلى اللوحة يجب أن نكون بناها بهذا الشكل تقيدني بعض الأحيان عيني ما تحب هذا اللون كيف تحب الحرية الكاملة باللوحة ما عرف كيف ما أبحث بأنه لا هناك في داخلك رقيب أنت ما تعرفه مين من رسامين العراق الأوائل وجيل أساتيستك بيبقوا حاضرين هيكي بذهنك أو ببالك في أسماء معينة بالأكيد أساتيتي نعم كانوا أساتيتي قد واحد من المصبح وممشهورين مثل محمد علي شاكر نعم كان رائع كان ملون ممتاز كان أستاذ محمد مهر الدين نعم أستاذ رافع الناصر رافع الناصر لتوفر بالفترة الأخيرة قبل الأيام نعم خسارة كبيرة طبعا القبلهم تجي للقبل هل ساتيتي كانوا هناك جوات سليم وطائق حسن يعني العراق يعني تاريخ بالفترة ولا زال لا زالوا بعض الفرناني مبدعين بالقراب ليش بترسوم أشباب من واحد يحب يغني هي روح حتى السبب ليش يزم روحي يعني حتى ما أقدم هي مو واجب أو زال إنما اللغة اللي أنطق بها الشيء اللي أستنتبه أرسم مرات واحد يحب يأكل بيده أنا مرات أرسم بيدي هيك والله والله لنفسك وبعدين تطلع من تأخلص باللوحة هي صارت بلك الناس وملك شو جدوى رسم وأهميته بالحياة أعتقد هي متعة أعتقد هي تقافة أعتقد هي تنوير العين بقراءته لشكل اللون أعتقد هي أيضا بحر كبير تشوفه وتغرغ فيه لأنه ممكن البعض يعني خصوصا اليوم بعالمنا العربي وما يحدث فيه يسمع حوارنا هيدا يعتبر نوع من الترف يعني بالوقت اللي الناس عم بتموت والمجازر والحروب والدمار والركام بس يضل الفنون يعني شكل ما أشكال الحياة أنتم من لبنانيين مشهورين في كل المنطقة العربية أنه أثنى الحروب ولكن تطلعوا وتسهروا وتحبوا الحياة أنه هنا قتل وهنا أيضا لا يمكن واحد أن يستغني عن الجمال في أقصى حالة الحرب لا يمكن واحد أن يستغني عن حب للحياة القاتل من أجل الحب للحياة ما ستقاتل لا من أجل القتل للحياة فما أعتقد الناس هاي الفئة التي تنظرنا وتتابعنا أنه تعتبر هذا طرف أو لا تتابعنا تابع أخبار أخرى لا بالعكس هو شكل ودفاع عن الحياة يعني شكل من أشكال دفاع على الحياة أنا مشكلة كتير أستاذ جبر علوان على تشريفك بيت القصيد وبتمنى أنه معرضك المستمر لأنت إلى 23 في الشهر إلى 23 فبراير بمركز المعارض المركز بيروت المعارض بالبيال بالبيال متمنى أنه مشاهدين يعني يشوفوا معرضك ويتمطعوا برؤية لوحاتك أهلا وسهلا شرف شكرا جزيلا إلى كل جمه تكون مرائة شكرا شكرا لمشاهدين دائما ونلتقيكم بإذن الله على خير الأسبوع المقبل شكرا شكرا